كما أكد وزير الخارجية والهجرة دعم الوزارة للجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية الذي تم إنشأه حديثا وخلال لقائه مع رئيس الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية هشام عزمي شدد وزير الخارجية على محورية استحداث أول هيئة وطنية تجمع تحت مظلطها ما كتب الملكية الفكرية الوطنية التابعة للوزارات المختلفة باعتبارها حجر أساس لتعزيز وتطوير منظومة الملكية الفكرية الوطنية والتي تحضع بهتمام كبير من القيادة السياسية في مصر